أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم لافتتاح فعاليات معرض البحرين الدولي السادس عشر للكتاب المعرض تنظمه وزارة الثقافة بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات وذلك بمشاركة أكثر من ثلاثمائة دار نشر ومؤسسة ثقافية فكرية محلية وعربية وعالمية وقد نقل سمو الشيخ علي بن خليفة إلى القائمين على المعرض والمشاركين فيه تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وتمنية سموه لجهودهم أن تحقق النجاح وأن يسهم المعرض في تعزيز ونهضة الحركة الثقافية في مملكة البحرين وقد أكد سموه أن ثقافة تحظى باهتمام كبير من قبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر لدورها في تنمية وجدان الشعوب والارتقاء بها باعتبارها أحد أهم وسائل تعزيز سمعة مملكة البحرين كدولة ذات تاريخ طويل من الحضارة والانفتاح في جميع مجالات الثقافة والفنون وقام سموه نائب رئيس مجلس الوزراء بجولة في أرجاء المعرض ترافقهم علي الشيخ مي بنت محمد الخليفة وزيرة الثقافة اطلع سموه خلالها على الأقسام الخاصة بالمعرض والسمع إلى شرح من القائمين على المعرض عن معرضاتهما من الكتب والمنشورات والمطبوعات وقد أبدأ سموه إعجابه بما يشهده المعرض الدولي للكتاب من نجاحات متتالية تمثلت في استقطاب العديد من دور النشر العربية والدولية على المشاركة فيه بما يجسد قدرة المملكة على تنظيم المعرض الدولية المتخصصة ونوه سموه إلى أن معرض البحرين الدولي للكتاب عبر دوراته المتتالية استطاع أن يكسب أهمية متزايدة وأقبالا كبيرا سواء من دور النشر أو الزائرين في ظل استقطابه للعديد من عنوين الكتب التي تلبي أدواق الجميع فضلا من أنه أسهم في تحفيز الشباب على القراءة والاطلاع بما يوفره لهم من كتب متنوعة في شتى المجالات وشدد سموه على همية دعم وتشجيع الأنشطة الثقافية التي تنمي العقول وتنهض بالوجدان لدورها في بناء جيال جديدة لديها رؤية عصرية يمكن الاستفادة منها في تطوير الوطن وبناءه وتوجه سموه بالشكر إلى معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة وزيرة الثقافة وجميع منتسبية الوزارة على جهودهم في تنظيم المعرض وما يقومون به من أجل تنمية المكون الثقافي في مملكة البحرين وتقديمه إلى العالم بما يجسد صورة المملكة الحقيقية وأعرب سموه عن سروره بأن المعرض البحرين الدولي للكتاب حقق النجاح الذي من شأنه الارتقاء بالحركة الثقافية في مملكة البحرين وبهذه المناسبة توجهت معالي وزيرة الثقافة شيخ مي بنت محمد الخليفة بجزيل الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر والاسمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الذي دشن المعرض بالإنابة قائلة هذا الاستيعاب الحميم للفكر والأدب والنتاجات الإنسانية يعكس اهتماما جميلا للمنجزات الفكرية والأدبية ويلفت حول أجمل ما يمكن أن تصدره كل الإنسانيات المعرض الذي يحتفي بالثقافة من خلال الكتاب ننجزه اليوم ونحن ندرك أن سموه يحيط بتفاصيله ويشجع هذا الحراك الثقافي وصرحة معاليها اليوم نحتفي بواحد من أجمل الأشكال الثقافية وأرواحها فالقراءة والكتابة هي طريقنا لنرسم خارطة العالم أيضا كثيرة من كل أنحاء الكرة الأرضية تنقل اليوم نتاجها الإنساني وأفكارها من خلال هذا المعرض الذي لا يكتفي بديار معينة ولا باتجاه واحد وقالت إن معرض البحرين الدولي للكتاب السادس عشر يجسد فصلا ثقافيا مختلفا تنتظره البحرين في موسمها المعتاد كل عامين غير أنه في هذه المرة يطرح مغايرات نوعية كونه ينطلق في سياق احتفاء المنامة ببرنامج الفن عامنا الذي يكرس للجمال والفنون لذا ففي دورته السادسة عشر هذه يتسق بمواضيعه مع الفن ويطلق تظاهراته الثقافية بازدواج جمالي بين الكتاب والنصوص الفكرية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة